ألف وثلاثمائة وأربعون منصب شغل برتبة أستاذ التعليم المتخصص ومعلم التعليم المتخصص رئيسي هي المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التضامن بعد تجميد منذ سنة 2015 ليرى النور القطاع بأكبر عملية توظيف خاصة بذوي الاحتياجة الخاصة الذين كثيراً ما عانوا من نقص الأقسام الخاصة بهم نظراً لغياب الأساتذة المسابقة مفتوحة لـ 1722 منصب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتوجه لهم هذه المسابقة هم الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة ليقدروا يتمدرسوا ويقدروا مع تعزيز التأطير المتخصص يقدروا يندمجوا في الأقسام والمدارس العادية تكوين خاص سيخضع له الناجحون في المسابقة بحكم أن كل وتخصصها ضف إلى ذلك تدريب في كيفية تعاملهم مع هذه الفئة بعد توظيفهم هؤلاء الأساتذة والمعلمين والأعوان المتعاقدين سيتلقون تكويناً في الميدان هذا إذا كانوا من غير المستفيدين حالياً من تراتيب تشغيل المؤقتة كثيراً ما شد أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة الرحالة بحتاً عن مكان يدرسون فيه أبناءهم لكن غابت المراكز وكذلك الأساتذة المتخصصين على أمل أن تتمكن هذه الوظائف الجديدة من أن تنهي معاناة الأولياء وأبنائهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ترجمة نانسي قنقر